في غياب لعامل المفاجأة من حيث الزمان والمكان وطبيعة الرد حسمت الإدارة الأمريكية خياراتها وساعة فقط تفصلنا عن ضربات أمريكية متوقعة على مواقع تابعة لميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق حسب ما أكدته مصادر سكاي نيوز عربية ونقلت شبكة NBC الأمريكية أيضا أن الضربات الأمريكية ستكون أقوى رد فعل لإدارة بايدن على الميليشيات الإيرانية كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن العملية العسكرية هاته قد تستغرق عدة أسابيع وإيران المعنية بهذه التطورات والتي توجد في خضم صراع بالوكالة مع الجانب الأمريكي في المنطقة تؤكد أنها لن تبدأ حربا لكنها سترد على المتنمرين حسب وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والذي أشار إلى أن القوة العسكرية الإيرانية في المنطقة لا تشكل تهديدا لأي دولة ولم تكن كذلك أبدا على حد تعبيره قلنا مرات عديدة إننا لن نبدأ أي حرب لكن إذا أراد أي شخص الاعتداء علينا فإن إيران سترد بحزن القوة العسكرية لإيران في المنطقة لا تشكل ولن تشكل أبدا تهديدا لأي دولة بل إنها تضمن الأمن الذي يمكن لدول المنطقة الاعتماد عليه وثقة به وفي مسعى لما يبدو لضبط الصراع مع الأمريكيين كشفت مصادر عراقية بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعي القآني زار بغداد سرا قبل أيام وأوضحت المصادر أن قآني التقى رئيس الوزراء العراقي وأيضا قاد في الإطار التنسيقي حيث أبلغهم بأنه سيضغط على الفصائل لوقف عملياتها مقابل جدول زمني محدد لخروج القوات الأجنبية من العراق وأكدت المصادر أن قائد فيلق القدس اجتمع أيضا بقادة الفصائل وطلب وقف التصعيد العسكري وهو ما أعلنت على إثره ميليشيا حزب الله العراق وقف عملياتها ضد القوات الأمريكية اللافت المثير أنه على الرغم من زيارة قائد فيلق القدس الإيراني للعراق ولقاء بالفصائل المرتبطة بالتهران بهدف التهدئة إلا أن حركة النجباء العراقية والموالية أيضا لإيران خرجت اليوم بتصريحات تفيد بأنها ستواصل الهجمات على القوات الأمريكية وذلك في موقف يرى فيه مراقبون أنه يدخل في إطار تبادل الأدوار حددت الحركة شرطين لوقف القتال وهما انتهاء حرب غزة وانسحاب القوات الأمريكية من العراق وأشرت حركة النجباء العراقية في بيان لها إلى أن أي استهداف أمريكي سيواجه برد يناسبه وسنرصد هذه التطورات مع شبكة مرسلين حيث ينضم إلينا من واشنطن مرسلنا أنس الصبار ومن بغداد مرسلنا حيدر الأسدي ومن القامش لمرسلنا هجار سيد أهلا بكم جميعا دعني أبدأ معك أنس يعني نحن ربما على بعد ساعات قليلة فقط من هذا الرد ماذا في تفاصيل هذا الرد وفي الخيارات الأمريكية خاصة أنه أغلب التقارير الإعلامية الأمريكية أيضا تتحدث أنه رد غير مسبوق وأنه ربما لا نتحدث عن أيام في هذا الرد ولكن أسابيع نعم هذا في إطار المؤكد ما هو مؤكد على الأقل حتى الآن أن هذا الرد أولا هو وشيك ثانيا قد يستمر لأيام أو لأسابيع ربما يستمر لأسابيع وأن المناطق على الأقل المؤكدة التي سيتم استهداف مواقع فيها هي سوريا والعراق ما هو غير مؤكد هو أن تقوم واشنطن باستهداف أصول بحرية كما قالت بعض وسائل الإعلام الأمريكية في مياه الخليج أو غيرها وأيضا ما هو غير مؤكد على الأقل حتى الآن أن يتم استهداف مواقع تقول فصائل معارضة وفصائل موالية لإيران في العراق وسوريا إنها غير تابعة لها وغير تابعة لإيران بشكل مباشر أو استهداف فصائل غير ذات صلة مباشرة بإيران في العراق وسوريا الأمريكيون يركزون على هذه النقطة على وجه الخصوص لأنهم يعتقدون بأن رد الفعل هذا يجب أن يرسل إشارات مباشرة لإيران بأن واشنطن لا تريد التصعيد ولا تريد لهذا الصراع أن يتسع نطاقه وبالتالي فقد تكون هذه الضربات محددة الأهداف وإن استمرت على مدى أيام الأمريكيون أيضا في أكثر من مناسبة تحدثوا عن أن هذا الرد قد يكون هو الأقوى منذ السابع من أكتوبر وقد يؤسس لمرحلة جديدة من رد الفعل الأمريكي بمعنى أنه قد يبدأ وقد لا ينتهي أي لا تكون هناك نهاية محددة لهذه الضربات الجوية أو العمليات العسكرية الأمريكية وستستمر وبالمناسبة إدارة جو بايدن تحتاج هذا الأمر قدر المستطاع وربما كلما طالت فترة رد الفعل سمحت لها باستعادة بعض من البريقة الذي خسرته نتيجة استمرار هذه الهجمات إضافة إلى تأخر رد الفعل الأمريكي هناك بعض المشرعين الآن يطالبون باستهداف إيران مباشرة وربما استمرار العملية العسكرية أو الغارات لوقت أطول قد يهدئ من التصريحات التي تنتقد إدارة بايدن نعم أنا سوى هنا دعني أتحول إلى حيدر لنرصد ربما كيف تتابع وتتم تابعة هذه التقارير لتفيد بأن ساعات فقط تحسمنا عن هذه الضربات الأمريكية والتي يعتبر العراق وكذلك سوريا مسرح لها حيدر الجميع هنا إيمان يراقب عن كثب هذه الضربات المتوقعة ويتوجز خيفة من أن تؤدي إلى إنعكاسات سلبية على الوضع الأمني في العراق ولكن أيضا التوقعات تشير إلى أن منطقة جرف الصخر هي التي ستنال النصيب الأكبر من هذه الضربات على اعتبار أنها المقر الرئيسي لكتائب حزب الله العراق التي اتهمتها واشنطن بإطلاق المسيرة التي أصابت البرج 22 في الأردن وأدت إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة عاد آخر من الجنود الأمريكيين وبالتالي هذه الضربات الجميع هنا يتابعها عن كثب ويأمل أن لا تؤدي إلى مواجهة مفتوحة يعني الجميع هنا يأمل أن تكون هذه الضربات أو تنحصر ضمن إطار الفعل ورد الفعل ليس أكثر ولا أن تتحول إلى عمليات انتقام مقابلة من قبل الفصائل المسلحة وإن كانت أغلب الفصائل قد أخلت مقارها الرئيسية وباتت خالية وهذا أيضا سوف يقلل كثيرا بحسب المتابعين هنا من خسائرها البشرية الجميع هنا يأمل أن لا تؤدي الضربات المتوقعة والمحتملة للجيش الأمريكي إن كانت في الداخل العراقي أن لا تتحول أو لا تكون منطلقا لانزلاق الساحة الأمنية العراقية إلى تداعيات أكثر خطورة وهو توسيع نطاق المواجهة المسلحة بين بعض الفصائل وبين القوات الأمريكية وخصوصا مصالح الجانب الأمريكي في الداخل العراقي أو في سوريا خصوصا وأن اليوم قد أعلنت صراحة حركة النجباء بأنها مستمرة في استهداف المصالح الأمريكية